استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة والقضاء على البؤر الإرهابية والتصدي لكافة المحاولات التي تهدف للنيل من أمن واستقرار الوطن وفي إطار المتابعة المستمرة من القيادة العامة للقوات المسلحة للاطمئنان على الاستعداد القتالي العالي والأحوال المعيشية والإدارية والروح المعنوية العالية للعناصر المشاركة في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والوقوف على ما تحقق من ضربات أمنية ناجحة لتكفيف منابع الإرهاب والقضاء على البؤر الإجرامية وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت الهمة تمكنت عناصر الجيش الثاني الميداني في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين الموافق 11 من أغسطس في استهداف وتدمير أحد الأوكار الإرهابية شديدة الخطورة بمنطقة وادي العمر بالعريش وذلك بعد ورود معلومات بتردد عدد من العناصر التكفيرية إلى أحد المباني المنعزلة والذي يستخدم كمخزن للأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة حيث قامت عناصر القوات المسلحة بمداهمة المبنى وقتل اثنين من العناصر التكفيرية المسلحة بعد تبادل الإطلاق النيران مع عناصر التأمين أسفر عن انفجار المبنى وتدمير سيارة للدفع الربعي يستخدمها التكفيريان كما نجحت عناصر حرس الحدود في اكتشاف وتدمير خمسة أنفاق جديدة من خط الحدود الدولية بمدينة رفح والقبض على خمسة فلسطينيين أثناء تسللهم إلى الأراضي المصرية وضبط 5400 قرص من عقارة رامدول المخدر معدى للتهريب عبر الأنفاق وفي نطاق المنطقة الغربية العسكرية نجحت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع القوات الجوية نجحت في إحباط تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة بمنطقة بحر الرمال الأعظم تقدر ب845 قطعة سلاح منها 438 بندقية خرطوش و407 بنادق ضغط هواء وضبط 5 سيارات للدفع الربعي محملة بكميات كبيرة من السجائر المسرطنة وعقارة رامدول المخدر وضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته 20 كيلو جرام من جوهر الحشيش المخدر بمنطقة السلوم كما تمكنت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الشمالية من القبض على 53 متسللا قرابة سواحل الإسكندرية منهم 33 مصريا و20 سوري كما ألقت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية العسكرية القبض على اثنان من المهربين وبحوزتهما كميات من المواد الغذائية المدعمة بمنطقة الشلاتين وذلك قبل تهريبها عبر الحدود المصرية السودانية ترجمة نانسي قنقر